أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسومين اتحاديين بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للإعقاد يوم الاثنين المقبل الموافق السادس من نوفمبر الفين وثلاثة وعشرين وتشكيل أعضاء المجلس لدور إنعقاد الفصل التشريعي الثامن عشر ونصت المادة الأولى من المرسوم الاتحادي رقم مائة وخمسة وستين لسنة الفين وثلاثة وعشرين على أن يدعى المجلس الوطني الاتحادي إلى الإعقاد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر سباح يوم الاثنين السادس من نوفمبر الفين وثلاثة وعشرين كما نصت المادة الثانية من المرسوم على أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ونصت المادة الأولى من المرسوم الاتحادي رقم مائة واربعة وستين لسنة الفين وثلاثة وعشرين على أن يشكل المجلس الوطني الاتحادي لدور عقاد الفصل التشريعي الثامن عشر ونصت المادة الثانية من المرسوم الاتحادي رقم مائة واربعة وستين على أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ترجمة نانسي قنقر